المهندس عبدالعزيز بهذا الإجراء اللي هو قاعد يسوي وقاعد يوحي الناس وقد يكون قد يكون سبب وهو من الأسباب في إنقاذ حياة الكثير من الناس رح تتعرفك أكثر على هذه المواضيع مع ضيفنا الكريم ورح فيه البداية المهندس عبدالعزيز عبدالإله القناعي مساء الله مساء الله مساء الله الله يسلامك الله يحب فيك وخليك إن شاء الله ومشاهدين بارك الله فيك ويعطيك العافية هنا نتشارك فيكم رح نسكم الحوارنا مع حضرتك ورح نتكلم في أمور كثيرة إن شاء الله لكن بعد ما نشاهد هذا الفيديو خاص بضيفنا الكريم نرجع لكم إن شاء الله لما يكون الشفاط بهذه الحالة مليء بالأوساخ وقاعد يدور بسرعة غير طبيعية وغير متزنة رح يصير عب على المحرك وبالتالي تصير الحرائق والحل استبداله والشيء الثاني لا تبات والشفاطات شغالة بأي لحظة تشتعل نزلها بالاستقرام الحين وأتمنى تسوون منشن حق الأخوات وسيدات المجتمع وربات البيوت لا نترك الشفاط مبطل خاصة المتسخ حتى السبب الآخر إن الشفاط يحتاج تيار هوائي ما يصير نسكر الأبواب ونشغل الشفاط حلو حلو شنال حلو الفيديو مالك حلو الفيديو أنا اندمشت وياسة لا انت اندمشت مع نفسك أول مرة تشوفه حياك الله أهلا مرحب فيك وأنا حيا فيك هذه الروح الجميلة وهذه الروح الشبابية يعني يحتاج المجتمع هذا الأمر حتى يتقبل منك هذه الأفكار فشكرا ليسلكك هذا النجل ينابع من قلبك أو يسلمك أنا أحس هذا الأمر نعم هذه توصية من أحد رجال المطافي بالنفط اسمه عبدالله الكندري نعم حرصني بشدة على موضوع الشفاط وموضوع الموقد الكهربائي اللي حين هابين فيه وعيد ناس ويباع بالسوق للأسف أنا شخصيا رحت المحل قلت له هذه الشولة شو أنت عمل معاها قال يعني تقوي الكهرباء تقوي البلاك وقلت أنت متخصص بهالمجل وخدت الكيتولوجات وصورتها الشفاط غابلت اللي بالمطافي ونسقته إياهم عندك أيضا المشترك نفسه اللي يحملون أكثر من البلاك نعم الموزع البلاك نفسه اللي يتركب الطوفة ويركبون عليها كذا البلاك عندك اللي يتركون هذه الشموع الحد الأقصى عندك المتين واربعين أمبير عندك الأقل من ذلك يركبونه على أقل من شذيه عندك أمور كثيرة ناهيك عن الإضاءات للذوب وتكون على ستارة وتكون على مرادة سبب كهرباء وغيرها ما شاء الله متعبير الحساب كامل ما شاء الله ولا أنا تقدر قولها زميل لك خبير في المجال أمور الكهرباء وممور التوعوية مثل ما يقول الهندسة مو شهادة بطلق وحنا هذا جانب من عملنا يعني الآخر اللي ما يعلم الآخرين جانب اللي دار العمل أطبع أيضا في هذا الجانب وهذا التوعية فلذلك ستجدني أنا معاك يعني تماشي لكن أنت مهندس سيد من مجالات مختلفة الشاهد بالموضوع شلون شفت الإستقرام والسناب شات أول شيخ اختخاذك لهذه الخطوة خلنا الحين من المواضيع بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على سيدنا محمد خاتم بيوم السلام وبعد الأرواح اللي قاعد نخسرها بأسباب تافهة وأنا يمكن اللي عرفني نوعا ما مجتماعي ولا أحب أن أظهر حتى لكن كثير من الناس قاعد نخسرهم بأسباب تافهة بسيطة بنشر وقف على اليسار بنشر سيارة طق بريك وانقلبت لازم ما يطق بريك النساء لما بنشرت ما فصل مثبت السرعة أخواننا اللي بأمريكا قاعد راسلوني ونزلت أنا مقاطع بداية اشتهادي القيادة الثلجية تسوي اشتراك بطارية حق بطارية مثلجة ثور بويهك أنت رايح تطلب شهادة دول باردة وترجع مشوة أمر محزن بعض الطلبة فاللذاب من الثلج وبعدين الغيوم غطت الشمس ونزل الثلج مرتاح هاللذاب يسوي طبقة مثل الزجاج هذا صحيح فهذه الأمور محتاجة بعض التلميحات كيف خذيت هذه الخطوة أنك أنت تلجأ للإستقرام وتقل ترجع غير اجتماعي وتخجل ونوعا ما أول خطوة كانت أنك أنت أغلب شيء للإستقرام عدل أين نعم أول خطوة خطيتها عملت حساب سويت إنستقرام يجمع بنزل فيديو في تردد كان كنت ماضح بالصورة بس صوت بس أصور المعلومة وأعطيها الآخرين المعلومة وبعدين يعني عتب شديد ليش أنت ما تطلع بالصورة فصرت أطلع بالصورة وأنا بالبر وأنا مكان شديد أغرز شجعت شوي شوي يعني عتب ثاني أنت تروح أوروبا وتروح كيب تاون وتروح جنوب أفريقيا تروح إسرلينك تروح مدروين ما تصور لنا إلا بالبر أشوف شون هاي خطوات إذن الناس متفاعلة معاك والناس قاعدة تثني على اللي قاعدة تقدمه وتشكرك اللي قاعدة تسوي الحمد لله أنا أقل من 700 صورة أو مقطع نزلت أقل من 700 والمشاهدين 30 ألف ما شاء الله وبعض المقاطع يوصل 50 ألف مشاهد تسوي إعلان تجاري ولا ما تسوي إعلان لا سوي تسوي إعلانات موعيب ولا حرام حق مشروعه لكن تقيم إعلانات تجاري ما عندك مشكلة أي ما عندك مشكلة طيب يعني ممكن نشوف كاي لبنه دوات ومع الفاشنستا اللي موجودين ذيلة وتكونوا في مؤتمر وندوات شذي ما أنا ما شوفيها حرج يعني إي أنا أسئلك أنت حتى اللي يتابعونك يعني إي لا بالعكس يعني تشارك معهم ما عندك مشكلة داخل الكويت برد وسأولهم خصم بال موج شركات تشارك مع الفاشنستا ذيلة موجودية كغروبات موجودة وتعمل هذه الإفنتات ما عندك مشكلة في هذا الأمر ما توقع ما جربت بس ما توقع أنه في مشكلة شارك فيها ربي وقعك إن شاء الله الآن ندشب الاتهامات الله يسترى الله يسترى يا أستاذ عبد العزيز يعني أحد يحط عنده هذا الشاب الصغير السن وتفتح لي سيارة وتبطل راديتر وينفجر ما ينفجر بوجه ما يشي يصير فيه وبغي يروح الولد من شي سهله يعني أعتقد أن هذا الأمر ما يبدو المصاحب اختصاص مثلك هذا اللي شاف نصف الفيديو صح قال هالحجي اللي شاف نصف الفيديو هذا اللوم الآن راح يترك لك الجزء الثاني الحقيقي توفح للمشاهدة أنا والله أشكرك على هذا الأمر وبالعكس أشكر المتابعين اللي شافوا المقاطع الفكاهية وكانوا جادين في الدفاع عني وزادوا متابعين قمت الصبح وشوفوا هاي المتابعين عرفت الفكرة أول شي السيارة كانت باردة والرديتر النظام البرغي ما يثور والكاميرا كانت ثابتة هدليل أن الأمر مفتعل وكتبت أن الأمر مفتعل مثل جاف بعض المطاعم الأيس كريم وغيرها ها مفتعل قصدك تعطي أيس كريم ايه ايه وهذا نفس هذا الثلج الجاف تأخذه من مطعم تأخذه من محلات الثلج الجاف أهل البحر أهل الأكلات يعرفونه صار نفس الشي شو اللي صار هذا الحين الثلج الجاف قاعد يطبخ مع الماء سويته بالرديتر ورخيت البرغي وتكلمت أن الأمر خطر والواقع طبعا أخطر من هالشي وقيت حق الولد بطلة أول ما بطلة ثار البخار ثلج هذا ثلج ماك شي صار فيه نوع من الفرقعة والصوت ماك قاعد يضحك الولد والكاميرا عندنا المقطع يعني أنت مفتعلين هذا الأمر طبعا شنو رسالتك اللي تبتوصلها أن الانفجار الواقعي أضعاف اللي نحن قاعد نشوفه ناس تشوهت أنه خذش ماغة وبطل الرديتر وثار الغطة الماء أنت شفت جدر الضغط أول كانت سير حالات مميتة الرديتر مثل جدر الضغط بالذات اللي بطقتين يعني هو يفترض أن كنت تنفس عليه شوي عفوا تكون سير واقفة ساعتين واقفة ساعتين ساعتين أو أكثر شيء ثاني طافية محرك طافي صح وتشيك على الضغط الهوز مرة ديتر على الجنب بعدين تحط الفوطة أو الاشماغ وتبطل على خفيف وعلى الجنب بحيث الذثار يثير أثوره بروحه ما واحد يهوس عليه بكل جسمه هذا حلوة أغطي أنا راح يصير ضغط ينفجر أي بس إذن هذا مش ماغة إذن مرأة شو تسوي إذن مرأة ما تبطل رأي ديتر تتصل على أقرب ومش مثلا وبعض الحريم رسلوني أن ولدها يكون مثلا مثلا ثالثة ثانوي اللي هو 11 أو عندها سايق وايد من الحريم ومثقفات ثقافة عالية حتى واحدة قالت لأبيك تكلم عن الماركة الفلانية لأن أولادي عندهم هذه الماركة فممكن تكلم السايق تقول للإشتراك البطارية تحط شذي وتسوي شذي مثلا الرأي ديتر لا تبطله خذ فوطه سو كذا سو كذا بس أن الرأي ديتر اللي نعرفه بأنه لازم تكون السيارة يعني إذا ثاني يوم الصبح مثلا قبل أن تمشي تشغل السيارة وتفتح الرأي ديتر عشان إذا تبقى تعبيه ماء ما يصير تعبيها ماء وهو طافي نعم وحيكون مفوّل أكثر وكذا فأنت حضرت أن قلت لازم تكون المحرك يكون طافي فأي لات توضح النقطة لا لا كلامك سليم أنت وضحتها أنا أقصد الفحص عند التعبئة السيارة شغالة عند التعبئة مع معالج في مادة معالجة قبل حطونا كركم مع التعبئة المعالج للطوارئ طبعا مو الوضع الطبيعي تبطل الدفايات يعني تشغل السيارة تفتح الدفايات مذكورة طبعا بيانات هذه ليش؟ وتحطها بحيث أنه يدور لأن بعض السيارات الدفاية لها صمم الدفاية ما راديتر تروحك الدفاية 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 ما يتيب الهوى الحار من ما يراديتر والدفاية الخلفية ما يراديتر حيانا يكون تهريب ما يراديتر بالدفاية هذا الشتت حتى شعر الشتوية لا لا هذا في حال إذا كان تهريب طيب وأنا بأفحص أو أعالج اليوم تقديمك هذه النصائح دعنا ننتقل إلى الكهرباء أي الكهرباء ما تريد تسوي إلا تفجيره خلاص ما تريد تسوي تعرف سكة سفر أي شواهر فهذا سموك ماشين أي أي هذا سموك ماشين ومسارح يستخدمونه والمهرجانات والاحتفالات ما تريد تسوي إلا تصل ما تريد تسوي خلاص بس خلاص أكيد ومتوحق يصبح معك الفجر طيب أستاذ الفاطل الكهرباء ننتقل إلى الكهرباء اليوم والكهرباء تعرف تماما بأن دائما الناس تخاف منها الكهرباء لذلك يحرص على أجود نوع يكون موجود ولكن للأسف بعض الناس يسترخص هذا المبلغ زيادة نص والدينار والخمسة يوفر على نفسه يعتقد أنه يوفر على نفسه اتخاذك لهذا الاتجاه الكهرباء تحديدا طبعا أنا مهندس كهرباء نعم ودرس خطوط نقل هوائية وصعتها في الجابرية أو طوار الجابرية غصبك الضغط العالي الضغط العالي ايه واشتغلت في المنخفض واشتغلت يعني عندي authority authorized في الكهرباء الأسف فيه شغلات بالسوق هي تقليد وفيه شغلات حتى لو أصلي الناس تسيء استخدامه مثل ما قلت بداية كلامك أنه بلاك فوق بلاك فوق بلاك وتشغل على دفاية وأعلى شمعات مهما كان أصلا رح ينفجر والله بس بدل البلاك لا مو بس بدل البلاك الواير وفيه شغل 415 فولت يعني نشتغل مو سنجل فيز حار وبارد وأرضي نتكلم بالعامية لأ ثري فيز ثلاثة حار 400 420 فولت زائد البارد إذا كان اثنين حار زائد الأرضي وبعضهم ثلاثة حار والأرضي ضرور هذا الدفايات الشغل اللي هي موضد الكرباء الشغل نفسه اللي سواء عليها الشاي والقهوة والماء الحار اللي تكون شوي اللي حين نازل السوق اللي حطنا بالدواوين غصدك ما لكلوه اللي تكون شوي أكبر اللي فيها فرن طيب بعض الفنادق يحط قاطع ثري فيز قاطع مو بلاك أما ترك بلاك واير وحتى الكنكتر الربل اللي شفت اللي في براغي هذا في نوع سراميك نوع خاص يتحمل حرارة الارواح ترى مور خيصة وهذا الأمور إذا صارت واحد ما يتواهق يعني يقول والله ما أدري ولا حسبالي ولا نسيت لا كيف تنصحهم بهذا الموضوع يسأل منه ما يعرف الكتالوج بتركي موضوع حقنا إحنا مو حق الكهربائي كتالوج سيارة كتالوج رتشولة كتالوج كذا كمستخدم كمستخدم إذن تنصحهم بمراجعة الكتالوج بشكل داخل قبل تشتري القطعة اتعب على الكتالوج وتمديدات البيوت دخلت في هذا الموضوع اللي يبني بيته والأمور هذه كله هذه موجودة عند أخوي الغالي عبد رحمة الزامل عنده حساب في البنيان أنا ما دخلت فيها أكثر شغلي وحتى الدورات اللي أقدم حق الطلبة والطالبات أنه أنا ما أبيكسر كهرب ما أبيكسر البنشر ولكن إذا صار البنشر شون نتصرف إذا احترق استشوار مثلا مال الشعر شون تبدلين الفيوز من أنت أحفر لك المواضيع في أحد يساعدك فيها لا اقتراحات المتابعين والمعلومات اللي أقراها ما تخالص يعني ما تخاف أنه يوم الأيام تنتهي هذا المواضيع خلاص تشوف نفسك أنك تكلمت عن كل شي ولا شايف أنه هذا الأمر يتجدد كأن الأمور متعلقة في استخداماتنا اليومية فأنت ما تحاطي تقول والله يوم الأيام ما ألاقي شي أحاطي إي إذا طلعت إشاعات شون يطلعون عليك مثلا إنشاعت الإطار حطها نيتروجين لأن الطيارة ينفخونها نيتروجين هذا حاجة فاضي الحين التواير سياراتنا هذه ما فيها جزء من نيتروجين شي بسيط الهوة اللي إحنا مستنشقة أكثر من 70% منه نيتروجين فالإطار خلقته فوق 70% نيتروجين هو يتركب فاضي ويعبي هو هذا الهوة 70% وأكثر منه نيتروجين وليش يقول يأخذ مني نص دينار زيادة يقولون حطيتك نيتروجين حطيتك بارد ما في شي اسمه بارد اللي يحط لهذا الهوة الثاني حلم يتكلمون بالأخبار يقولون مثلا المناطق الباردة شي يقولون درجة الحرارة 20 تحت الصفر علمية ما في شي اسمه بارد حيط له تحت الصفر 20 درجة حرارة ليس صفر المطلق 270 أو 273 طيب لنسمع أستاذ هذا اللي موجود لما ركبان التوايرة هذا ما تبلور الثلج ما الإطارات الطيارات وبعد سيارات السبورت وبعدين الإطار عشان ما يشتعل نحط له نيتروجين يشتعل من بره ما يشتعل من داخل طيب ويقولون بره فيه أكسوجين يشتعل بره يعني الهوة الأنسب في فترة الشتاء والهوة الأنسب في فترة الصيف هذا هو مو على هذه هو مذكور في درجة السيارة أو الباب يطار الباب أكثر شيء يطار الباب وفيه على غطة البنزين بعد سيارات الألمانية يذكر لك عدد الركاب والسرعة إذا زادت السرعة لازم أزيد الضغط إذا زادت السرعة لازم أزيد يعني نبسطها شوي يعني مثلا أغلب الإطارات في العالم 35 أنت بالسيف سايد الهوة 35 35 إذا أنت عندك ركاب أكثر أو محمل وزن تزيد الضغط مكتوب لك جدول بالباط أزيد الهوة نحل الجدول نحن ننتهز فرصة حضرتك ويانا ماشي لأن كل سيارة تفرق يعني في سيارات 80 أنت الأساس لا تترجعون حق الجدول يا جماعة اللي موجودة إحنا نتكلم بشكل عام ممتاز بشكل عام نتكلم بشكل عام لكن الجدول لازم ترجعونه ويحدد لك شنو نوع التاير ورقمه وحجمه اللي أنت لما تبدل تايرك مكتوب على طول ما تفتح الدرج صح؟ ممتاز أنا وياك الآن قولي الهوة إذا حملت ركاب زيادة وعلى خط صفر أنزل الهوة أو أزيده زيده أزيده إليه زيده خمسة عشرة هم طبعا كاتبين عدد الركاب كاتبين طيب إذا زاد عدد الركاب تزيده حملت وزن تزيده السرعة الأعلى تزيده بشرط أن الإطار يتحمل يعني مرات فيه سرعات مفتوحة إطارات سرعات مفتوحة لا عفوا الضغط يعني إذا أنا حاط وزن ويحتاج أحط خمسين أو ستين بس الإطار اللي أنا شاريه مو مالوزن صحيح مالسرعة نعم فيتحمل سرعات عالية وحط ضغط ستين بط إذن لازم أنتبه لهذا وأرجع على الكتيب أول بأول المعلومة على الإطار ما يضعب الصيف والشتة مهندس الشتة ينكمش الهواء يصير تحريب بالذات تائر الاسبير الواحد قبل أن يسافر لازم إطار الاسبير يشيك على الضغط ماله بين فترة وفترة ينهس أبشر قامت سيارات تنزل مغير سبير يعطي كمية كيلو صجل عجية ولا تطور أنا اللي قابلني بنشرة سيارته أي والله كان مقابلني صوب نياغ واحد عجمي إلا بابد الله بر جوهل وقبل أن يوصل بنشرة السيارة قلت له وين الاسبير قال أولا ما أدر دونه أولا ما في اسبير أي والله طيب بس آخر سؤال الصيف والشتة صحيح لازم بالشتة تزيد الضغط تزيد الضغط أي والصيف تقلل بسهو في شغلة بسيطة تكون سيارة واقفة أنا والله أحبت أقول سيارة تكون واقفة كمل النقطة تكون سيارة واقفة ما تكون سيارة ماشية مسافة طويلة لأنه يكون حار فما يعطيك معلومة صحيحة طيب شنو حابت قوله أنا أحبت أقول أن الثقافة ثم الثقافة ثم الثقافة فيه قراءة الكتالوجات فيه إنقاذ الناس فيه أرواحهم بالذات موضوع البنشر النزول منحدرات التعليم القير العادي يعني سويت وعيد دورات تعلم القير عادي بالذات حق اللي يروحهم بره جبال ما جبال وكذا ترى يعني الروح مو سهلة يعني صحيح والمتلكات أيضا غالية للناس إذن حماية الأرواح والمتلكات وحفظ الله سبحانه وتعالى ولكن نحن كعبادة نسعى فيه ما علي أقول هذه الكلمة ما ده في وقت هو دعاء الركوب والأدعية والتعلق بالله سبحانه وتعالى حتى يعني مثل ما ورد رسول صلى الله عليه وسلم يقال هديت وكفيت وأوقيت وتنحى عنك الشيطان أغلب الحوادث أغلب الهوشات أغلب الأمور اللي تصير ترى مش شيطان ولا الكويت يعني من أولها لآخرها بساعتين ساعتين ونص تقطعها فاللي قاعد يخلينا نسرع وخلينا نسوي الأمور وأنا واحد منكم وأنسى مرات حزام الأمان ترى مش شيطان يعني التعلق والأمور هذه تسهل بارك الله فيك وشكرا جزيلا المهندس عبد العزيز عبدالله القناعي شكرا جزيلا لك الله يسلم شكرا كل شكرا لضيفنا الكريم أستمرين معكم إن شاء الله وهو صاحب حساب شو اسمه؟ تكتر تكنيك الهندس وتلميحات فنية الهاشتاغ تلميحات فنية تلميحات فنية كل شكرا لضيفنا الكريم أستمرين معكم بعد الفاصل الله يسلم